المشاهدين نصل إلى فقرتنا الأسبوعية العالم علوم والتي تتطرق فيها نتطرق فيها إلى خبر علمي مميز مع زميل ربيع أسي إبراهيم ربيع أهلا بك أهلا ربيع نتحدث اليوم عن موضوع يجمع ما بين التاريخ وعلم الجنات مع دراسة حول الحمد النووي لزكان إسبانيا والبرتغال نرى في الرسم أوج التوسع الذي وصل إليه الحكم الإسلامي بالأخضر الفاتح في الخريطة الأولى عام 930 ميلادي ومن ثم تراجع هذا الحكم تدريجيا بمرور السنوات والقرون وحروب الاستعادة المسيحية كما يسميها الإسبان إلى غاية عام 1492 وسقوط آخر مملكة وهي مملكة غرناطة بالطبع ربيع لتحديد ذلك غاصة البحيثون في الموروث الجيني للإبريين لقراءته بشكل دقيق نعم غادي إذ نشرت مجلة نيتشر كوميكيشنز قبل بضعة أيام نشرت دراسة لباحثين في جامعتين أوكسفورد البريطانية وسانتياغو دي كومبوستيلا الإسبانية قام الباحثون في هذين الجامعتين إذن بتحليل الحمد النووي لأكثر من 1400 مواطن من مختلف أنحاء إسبانيا هي أكبر دراسة من نوعها في هذه المنطقة من حيث العدد ما يعطي نتائج شديدة الدقة في مرحلة ثانية قام الباحثون بمقارنة الحمد النووي لهؤلاء الإبريين مع الحمد النووي لمجموعات سكان مناطق مختلفة من العالم كفرنسا وإيطاليا وسويسرا والمغرب وتونس والجزائر ومصر ونيجيريا الدراسة تشير إلى أن إسهام سكان شمال المغرب الأمازيغ قد يصل إلى 11% من الحمد النووي للإبريين 11% إسهام مغاربة الشمال هو الثالث ترتيبا بعد إسهام الفرنسيين الذي يبلغ ما بين 63% و91% وبعد الإيطاليين أما إسهام ما سمي في الدراسة بسكان الصحراء جنوب المغرب فلا يتجوز واحدا في المئة في أفضل الحالات وهو يأتي بعد إسهام الآيرلنديين الدراسة لم تجد أثرا هاما لمناطق أخرى في العالم غير ما ذكرناه غادي فالدراسة تشير إلى تدرج من الغرب إلى الشرق كما في الخريطة أمامكم كلما كان اللون فاتحا كلما كان إسهام المغاربة أكبر أثر جينات المغاربة شبه منعظم مثلا في منطقة الباسك بينما هو حاضر بشكل هام في البرتغال وفي منطقة جاليسيا شمال غرب إسبانيا وهنا المفاجأة غادي إذ يقول الباحثون أن المناطق القريبة من شمال إفريقيا أي منطقة الأندلس ليست الأكثر امتزاجا بأجداد مغاربة بل جاليسيا في الشمال الغربي التي لم تكن أبدا تحت الحكم الإسلامي مع العلم أنه حتى المستوطنات الأمازيخ في هذه المنطقة تم هجرها باكرا قبل عام 741 ميلادي هناك ملاحظة مهمة أخرى تشير إليها جامعة أوكسفورد وسانتياغو دي كامبوستيلا ألا وهي أن الدراسة تتحدث فقط عن التأثير القديم للمغاربة على جينات الإسبان التأثير التاريخي إذا أردنا والدليل هو أن الحمض النووي لسكان شمال المغرب في الوقت الراهن حاليا شبيه نسبيا بالحمض النووي للإسبان فإسهام الأوروبيين في جينات مغاربة الشمال ليس هينا أبدا غلي